السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم في الفيديو ده بسرعة عن موضوع مهم جدا وهحاول أكون مختصر على قد مقدر موضوعنا النهاردة كلنا تعرضنا للموقف التالي في وقت معين تكون سايق في حالك وفجأة تحصل مشكلة ولازم توقف عربيتك بسرعة في فيديو النهاردة هنتكلم عن الفرامل وده النظام المسؤول عن إيقاف السيارة وإنقاذك في موقف زي ده ونعرف ازاي الفرامل بتشتغل الفكرة الأساسية لنظام الكبح أو الفرملة هو ببساطة تحويل الطاقة من صورة لأخرى الفيزياء هي اللي بتقول أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم بمعنى أن الطاقة الحركية بتاعة العربية حركة العربية للأمام أو حركة دوران العجل مش هتنتهي أو تقل إلا بتحويلها إلى شكل تاني من أشكال الطاقة وفيما يخص العربية بتتحول الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية عن طريق الاحتكاك ما بين التنبير والتيل وأول ما طاقة العربية الحركية بتتحول كلها لحرارة ساعتها بتوقف العربية دي هي الفكرة الأساسية لكل العربيات بتشترك في استخدامها لكن بالرغم أن الفكرة دي كانت تقريبا سبتة من أوائل القرن الماضي لكن طريقة التنفيذ كانت مختلفة شوية في البداية كانت الفرمالة بتتم عن طريق قطعة خشبية بتضغط على كاوتش العربية شبه النظام المستخدم في القطارات الأديمة وبعدين تطور النظام من الشكل البداي ده اللي بيسبب تأكل بشع للعجلات لنظام أكتر عملية بيخلي الاحتكاك بيتم مع تنابير مسبتة على العجلات مش العجلات نفسها فكان ويلهايم مايبخ هو أول مصنع يحط النظام ده في عربية انتاج سنة 1900 ولأنه النظام كان بيعتمد على ويرات وقطبان بتوصل ضغط الدواسة للتنابير ما كانش نظام مثالي وكان لازم ضغط قوي جدا عشان يكون فعال غير أنه لازم يتصين بشكل متكرر عشان كل الويرات لازم تكون مجدودة بالتساوي عشان العربية تفرمل صح مش كل عجلة تفرمل بالقوة اللي هي عايزها وهنا بدأ التفكير في النظام الهيدروليكي اللي موجود بشكله الحالي بعد ما خاد رحلة طويلة من التطور والنضج عشان يوصل للكفاءة والفعالية الحالية ويتحول من خط أحادي للفرامل إلى خط مزدوج ويتطور من تنابير استوانية زي اللي بنشوفها في الفيرنا وراء مثلا لديسكات زي اللي موجودة في كل العربية الجديدة في الأمام طيب دلوقتي عرفنا باختصار شديد رحلة تطور الفرامل نوصل لسؤال مهم إزاي بتشتغل الفرامل بشكل عملي في العربية أول خطوة لما بتحتاج توقف العربية هو الضغط على الدواسة دواسة الفرامل هنا بتتحرك داخل ما يسمى بمقوة الفرامل أو بنسميه البريك بوستر أو اللي نعرفه كلنا باسم سيرفو الفرامل لما بندوس على دواسة الفرامل في غرف بتتفتح جوة السيرفو بتسمح بقوة شفط المحرك إنها تعظم أو تضاعف قوة الدوسة عشان تزود الضغط جوة المسطر بدون ما تحتاج أرنولد شوالبانجر مثلا هو اللي يدوس لك على الدواسة وعشان كده تسمى بمقوة الفرامل أو معزز الفرامل لأنه بيستخدم قوة سحب الهواء في المحرك علشان يضاعف قوة دوستك البسيطة على دواسة الفرامل بعد السيرفو ما بيحاول رجل حضرتك المؤقرة لرجل كريستيانو رونالدو بيتنقل الضغط للسيلندر الرئيسي البريك ماستر سيلندر أو المدعو بمسطر الفرامل وده وظيفته هي نقل الضغط وتوزيعه على خطوط الفرامل بالتساوي أو وفقا لتصميم ونظام دفع العربية عشان مفيش عجلة تمسك بشكل مختلف عن العجلات التانية يعني المسطر بيخلي كل العجل يمسك بنفس القوة اللي المفروض إن المصمم بتاع العربية دي عايزها وفي نفس التوقيد طبعا لو العربية مزودة بنظام منع جلق الفرامل اللي هو الاي بي اس المسطر بيبعت الضغط أولا لموديول الاي بي اس وهو بقى اللي بيشيل المسئولية في توزيع قوة الفرامل على العجلات بعد ما السيرفو قام بمهمته وزود الضغط داخل دايرة الفرامل والمسطر وزع الضغط وفقا لتصميم ونظام عمل الفرامل في كل العربية الضغط بيوصل عن طريق خطوط الفرامل لحاجة اسمها الكاليبرات اللي مش بتستخدم إلا في نظام الفرامل المعتمد على الدسكات وهو النظام الغالب حاليا لكن لو العربية بتستخدم طنابير مغلقة بيكون فيه سيلندر صغير هو المسئول عن النقطة دي الكاليبرات أو الدشمة زي ما بعض الناس بيسموها وظفتها هي نقل قوة الضغط اللي وصلتها لبستم داخلها بيعصر الدسكات ما بين لقمتين التيل ودي الخطوة اللي بيرتكز عليها نظام الفرامل بشكل عام فاحتكاك التيل بالدسكات هو المسئول عن تحويل حركة العربية إلى حرارة وبالتالي إيقاف العربية زي ما اتفقنا طيب ايه هو نظام الفرامل الـ A-B-S وايه هي وظفته وبيشتغل ازاي برغم من تطويره في البداية للعمل على الطائرات إلا أن نظام منع غلق الفرامل أو المكابح زي ما بيسموها إخواتنا في الخليج أو الـ A-B-S من أول ما بدأ في الوصول بشكل كبير ومتوسع للعربيات منتصف التمانينات أصبح أحد أهم أنظمة السلامة والأمان حاليا وكتير من الدول بتحطوا ضمن قائمة التجهيزات الأساسية الواجب توفرها في أي عربية بتتباع داخل أسواقها طبعا مع ده مصر عشان كده قررت أن أتكلم عنه النهاردة واشرح طريقة عمله ووظفته بصورة مبسطة ايه هو نظام فرامل الـ A-B-S A-B-S الحروف دي اختصارا لجملة Anti-Look Breaking System وتم تصميمه في الأساس لمساعدة السائق على الحفاظ على قدر من التوجيه وتجنب الانزلاق أثناء الفرمالة وهو اللي بيعزز استقراره وتوجيه العربية أثناء الفرمالة وفي نفس الوقت بيدي السائق القدرة على القيام بمنورة مفاجأة لو لزم الأمر تحت الفرمالة القوية بيتكون من إيه نظام فرامل الـ A-B-S بيتكون نظام منع غلق المكابح اللي هو الـ A-B-S ده من كنترول التحكم في الفرمالة الـ A-B-S Control Mediol واللي بيتكون من وحدة بداخلها محرك كهربائي للضخ الهايدروليكي الـ A-B-S Bump مع سلسلة من الصمامات الهايدروليكية الـ A-B-S Breacher Release Valves اللي بيتحكم فيها عقل الـ Controlling Electron اللي بياخد بياناته من حساسات السرعة اللي هي الـ Wheel Speed Sensor المثبتة على كل عجلة بيشتغل إزاي نظام منع غلق الفرامل الـ A-B-S ده عند الفرامل القوية المفاجأة بيقوم كنترول النظام بتحليل سرعة العجلات بشكل منفصل وطبعا الكلام ده حسب الإشارة اللي جاية من حساسات السرعة اللي قلنا عليها اللي موجودة على كل عجلة عشان يحدد ما إذا كانت إحدى العجلات أو أكتر بتحاول إنها تنغلق أو تقف تماماً وفي الحالة دي بيقوم الـ Control باستخدام صمامات تفريغ الضغط للحد أو لتقليل الفرمالة على العجلات اللي ممكن توصل سرعتها إلى صفر كيلومتر ساعة وبيعمل الموضوع ده حوالي 30 مرة في الثانية الواحدة والكلام ده هتحس بيه بقوة أثناء الضغط المفاجئ والقوي على دواست الفرامل وبالطريقة دي بيمنع النظام العربية من الانزلاق بفعل الفرامل وبيسمح للسائق بقدر ملحوظ من التوجيه لتفادي العقبات أثناء الفرمالة طيب ليه أنا محتاج نظام الـ ABS في عربيتي؟ وليه أنا وغيري من قنوات اليوتيوب بنحارب مع التوكيلات عشان ينزلوا النظام ده من أول فئة وفي أرخص عربيات في السوق المصر في دراسة نشرت مؤخراً في كندا أكدت جمعية السيارات الكندية أنه في مسح شمل 1700 مالك سيارة فيها نظام منع غلق الفرامل الـ ABS أكد حوالي 66% منهم أنهم لمسوا استقرار واضح على سياراتهم أثناء الفرمالة القوية والمفاجأة مع نظام منع غلق المكابح اللي هو الـ ABS في حين 53% من الناس دي قدروا يوجهوا عربياتهم أثناء الفرمالة القوية وقدروا يتفادوا العوائق المفاجأة بفضل نظام منع غلق الفرامل الـ ABS موضوع ببساطة حضرات هو للحفاظ على حياتك وممتلكاتك لأن وصول سرعة الإطار إلى سرعة السكون صفر بشكل مفاجئ اللي هو بنسميه إحنا غلق المكابح بيقلل من قوة الجر والتحكم بالعربية إلى أقصى درجة والكلام ده بيخلي وزن العربية هو اللي بيتحكم كلياً في اتجاهها بدون ما يكون لعجلة القيادة أي تأثير يذكر عشان كده وبما أن النظام منع غلق الفرامل الـ ABS مش هيسمح بالمأساة دي وهيتأكد من استمرارية دوران الإطارات وده هيضمن بقاء نسبة مش قليلة من قوة الجر اللي هتتسبب في قدر ملحوظ من التوجيه وتفادي العوائق في أغلب المواقف إن شاء الله أنه جاء بحياتك وحياة اللي بتحبهم ربنا يسلم طريقكم أتمنى يكون الفيديو مفيد أشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد اشتركوا في القناة